موسيقى أصدر خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملاكيا بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودية الجديد يبلغ من العمر 59 عاما أول وزير للطاقة من أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية فهو الإبن الرابع للملك سلمان وشقيق الأمراء فهد وأحمد وسلطان وفيصل والأخ غير الشقيق لكل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان والأمير تركي والأمير نايف والأمير بندر والأمير ركان حصل الأمير عبد العزيز على درجة البكاليريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الزهران عام 1982 وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الزهران عام 1985 تدرج في مناصب عدة في وزارة الطاقة السعودية حيث عين وزيرا للدولة لشؤون الطاقة في الوزارة عام 2017 ووكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 1995 وحتى 2004 ومساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 2004 وحتى 2015 وشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015 ومستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 1987 وحتى 1995 ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوي المرفوعة أمام المحاكمة الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك والأمير عبدالعزيز هو عدو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهايدروكربونية وعدو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وأعد الأمير تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية اشتركوا في القناة